عرب رئيس عبد الفتح السيسي عن إدانة مصر حكومة وشعبا للعمل الإرهابي الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة من قبل ميليشيات الحثية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من رئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأهل للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتقدم الرئيس السيسي بتعزيه لأخيه محمد بن زايد في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي كما أكد رئيس السيسي دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل دفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق مشددا على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين